قال تعالى إنه من يشرك بالله من يجعل لله شريكاً ويجعل مع الله إله آخر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لا نستحي ونحن نبلغ ذلك أبداً لا نستحي من غرب كافر ولا من شرق ملحد لا يقر بالله سبحانه وتعالى وقد قال ربنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين فلا نغش ولا ندلس أبداً على الخلق ولا نصح الباطل أبداً بل نقر لله عز وجل بالوحدانية قل هو الله أحد الله الصمد إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ليس لهم أنصار ينصرونهم من دون الله ثم قال تعالى أيضاً لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقول المضيف يا أقول أيضاً لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهيهم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم اتخذه رباً وما أمروا إلا ليعبدوا إلىهم واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وأنا يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فريق من النصار يقولون إن الله ثالث ثلاثة كيف ذلك؟ قالوا المسيح إله ومريم إله والله إله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فجعلوا الأليهة ثلاثة قالوا المسيح إله ومريم إله ورب العزة إله قالوا الأليهة ثلاثة حكم الله بكفر هؤلاء قال تعالى في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم قالوا هنا وقف لازم ثم قال تعالى وما من إله إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هذا العذاب الأليم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة قد تعجل لهم العقوبة في الدنيا وقد تعجل لهم مع ما يُدَّخر لهم من العذاب يوم القيامة وإن لم ينتهوا عما يقولون تحزير لهم لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فيا معشر النصارى آمنوا لكم علينا حق البلاغ والبيان فأنتم لنا جيران فأمنوا بالله إلها واحدا وربا واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى إن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم آفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فتح باب التوبة أمام مريد التوبة وكذا بعد كل كفر وبعد كل كبيرة تفتح أبواب التوبة لمن أراد أن يتوب حتى لا ييأس أحد من رحمة الله فأبواب التوبة مفتوحة حتى الممات للجميع قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقد دلت على فتح باب التوبة بعد ذكر الكبائر وفاعلية والوعيد الذي عد لهم نصوص متعددة فهم القاتل الذين قتلوا النفس المحرمة بغير حق وزنوا وسرقوا إلى غير ذلك قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه موانا إلا من تاب وعمل عملا وأمن وعمل صالحا فليك يبدل الله سيأتي من حسنات ستذكر الجرائم وعقوبتها ويفتح باب التوبة لمن يريد أن يرجع إلى الله فالله عفو والله غفور قال تعالى في شأن تارك الصلاة المؤخرين لها أيضا عن وقتها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير إلا من تاب إلا من تاب أي عملا صالحا وكذلك قال الله سبحانه في شأن الذين خدوا الأخاذيذ للناس وأضرموا فيها النيران وقذفوا فيها أهل الإيمان قال تعالى إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي أنهم يا رب لو تابوا قبلت توبتهم نعم يقبل التوبة فهو الذي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون بل قال الله في شأن قطاع الطريق والمروعين للآمنين والقتل وسفاك الدماء قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر